من كرة السلة نروح لكرة القدم حينبرح أيضا مباراة ممتعة ورائعة للنادي الأهلي أمام النادي المصري حق النادي الأهلي من خلالها الفوز بربعية ولكن أغلقنا ملف هذه المباراة سريعا عشان عندنا تحديات كثيرة زي ما قلت لحضراتكم للنادي الأهلي بنفرح وبنتبسط يوم المباراة نحن كسبنا 3 أو 4 ولكن الموسم ده هيكون فيه تحديات كثيرة جدا لأن الله يكون فعون اللاعبين وجهازهم الفني كل يوم بطولة وشكل جديد وكل يوم رحلة رحلة بحث عن الفوز في بطولة جديدة والانتصار في عدد كبير من البطولات إن شاء الله خلال الفترة القادمة هو ده النادي الأهلي الحقيقة دايما بيلعب عن الفوز على الفوز ولا بديل عن الفوز في موسم مليء بالتحديات الأهلي عنده مباراتين مهمين أمام سان جورج الإتيوبي يوم الحد المقبل ويوم الجمعة وطبعا زي ما حضراتكم عارفين تم تأجيل مباراة سيراميكا اللي كان من المقرر لها يوم الأربع ولكن تم تأجيلها بسبب لعب النادي الأهلي لمباراة سان جورج في دوري أبطال إفريقيا بعد كده النادي الأهلي عنده تحديات محلية كبيرة جدا ومهمة جدا قبل المشاركة في بطولة السوبرليج الإفريقي اللي حتفتتح مبارياتها بمواجهة النادي الأهلي حتفتتح مبارياته بمواجهة سمبا التنزاني 20 أكتوبر إن شاء الله خلال الفترة القادمة فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 من شهر أكتوبر القادم دي مباراة سمبا التنزاني زي ما حضراتكم عارفين من نطلع من حتة نروح لحتة من بطولة نروح لبطولة من الدوري للكاس للبطولة الأفريقية بعد البطولة الأفريقية هترجع للدوري مرة أخرى ثم تعود للبطولة الدوري الممتاز الإفريقي وهكذا هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي ده في الكرة في السلة زي ما أنتم شايفين كاسعالم وبعدها ترجع من كاسعالم تروح بطولة عربية وبعد البطولة العربية ترجع تلعب في الدوري في كل الفرق النادي الأهلي إن شاء الله ربنا يكرمنا في هذا الموسم ويكون موسم استثنائي كعادة كل مواسم النادي الأهلي